عملاق من عملقة الفن المصري تميز بمسيرة عطاء فنية كبيرة على مستوى الدراما والسينما والمصرح وحتى على الصعيد العربي والعالمية الفنان القادير الراحل جميل راتب من موليد القاهرة الثامن عشر من أغسطس عام 1926 لأبوين مصريين وليس كما كان يشاع أن والدته فرنسية في التاسع عشر من عمري دخل مدرسة الحقوق الفرنسية ثم صافر إلى باريس بعد السنة الأولى لاستكمال دراسته عشقه للفن كان منذ سبا ففي بداية الأربعينيات حصل على جائزة أحسن ممثل في مصر على مستوى المدارس المصرية والأدنبية بدأت مسيرته الفنية في مصر بالمشارقة في فيلم أنا الشرق عام 1946 نصحه الكاتب والروائي الفرنسي أندريا جيد بدراسة فن المصرح في باريس فقابل النصيحة وفي عام 1974 عاد للقاهرة وبدأت تنهال عليه أدوار مختلفة من عدد من كبار مخرج مصر نجح سينمائيا وقدم الكثير من الأعمال الهمة لتطلبه السينما الفرنسية للمشارقة في أدوار البطولة ببعض الأعمال فقدم نحو سبعة أفلام وبعض المصرحيات الفرنسية بالإضافة أيضا إلى ثلاث أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترقة في حين على صعيد مسيرته الفنية في مصر فقدم نحو سبعين فيلما وعدد كبير من المسلسلات بالإضافة إلى مجموعة من المصرحيات المميزة خاض تجربة الإخراج المصرحي فقدم إخراجية عدد من المصرحيات المصرية نال العديد من الجوائز والتكريمات طوال مشواره الفني تقديرا لعطائه الكبير وأيضا في أواخر أيام وبعد رحلة طويلة من التمثيل وفي التاسع عشر من سبتمبر عام 2018 رحل جميل راتب عن دنيانا عن عمر ناهز 92 عاما بعد سراع مرير مع المرض في سنوات الأخيرة ليفقد الوسط الفني قامة فنية كبيرة ترقت علامة مضيئة في تاريخ الفن المصري والعاربي والعالمية